عشية عقاد الجلسات الوطنية للفلاحة يبرز من جديد دور القطاع الفلاحي في المرحلة الاقتصادية الحالية من خلال التكفل بانشغالات المستثمرين باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في مجال بلوغ الأمن الغذائي للبلاد إنجازات القطاع تعددت وتعزيزها اليوم حسب الملاحظين مرهون بمزيد من المرافقة للانشغالات التي يرفعها المستثمرون الفلاحيون قادة البيت البلاستيكية والغرص هذه تخزين تخزين تاني مكانش ومضرين من ناحية الكهرباء الكهرباء جينا غالية أو الرفيق أو التحدي كي تسألنا مع مديرس مدير جلبانكا يقول لك أنا أخشني عقد المشكلة التي يراها جديد بالنسبة لنا في البرلمان وخاص بالضريبة أو خاص بالنسبة للضريبة بالنسبة للقطاع الفلاحي هذا هذا يجب إثراءه على مستوى القاعدة كان المشكل مدابينا سيد الرئي جمهورية للفلاح ما زال ما عندوش كيفية باش يروح يستورد العتاد معرفنا شروحوا البانكة والبانكة تسهل معنا الأمورات باش الفلاح يقادر المتوش تاعة يكون متوش زيادة ويخلق طروة ويخيق اليد العام ظروف مناخية استثنائية تمر بها الفلاحة الجزائرية تستدعي تعزيز الأمن الماء للبلاد وتأمين النشاط الفلاح ساعة مواسم الجفاف رهان يزن يوم ثقينا على قطاع استراتيجي معول عليه حماية المنتجين من الأزمات الفجائية واستغلال المضاربين وتنظيم التسويق يعدل أيضا من أولويات القطاع اليوم لك الخرف قالي واللحام قالي يا نعم سدي الخرف نعطيه لك مجان وربيه لعن فيها 12 شهر في 56 أسبوع في 365 يوم نعطيه له قراطوي ويشوف هذه الخرفة يسقام له يعني غرف التبريد وهذا السيستام تعسر بالاك لديرة الحكومة لتقنين المنتج يبقى غير فعال وغير مجدي يعني ليس فعال إنشاء الدوان الوطني للفلاحة الصحراوية والصناعية ورقمنة الاستثمار الفلاحي عبر منصة رقمية وإحساء الثروة الحيوانية للبلاد يفتح القطاع أمام ضرورة رقمنة مختلف شعب الاستراتيجية شد شباب حاملية الأفكار نحو قدرات القطاع ضرورة ينبغي بلوغها في المرحلة المقبلة من خلال تسهيلات في مجال الاستثمار وربط البحث العلمي الجامعي بالميدان الفلاحي وترقية المنتوج الفلاحي الجزائري نحو التأهيل والتصدير موعد بانشغالات وقرارات في الأفق الجلسات الوطنية للفلاحة تحدد ورقة طريق القطاع للمرحلة المقبلة